السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات العزيزات درسنا اليوم هو الدرس الثاني من وحدة اتخاذ القرار ومهنة المستقبل درسنا لهذا اليوم هو التعليم وسوق العمل سنتعرف في درس اليوم على مفهوم التعليم النظامي وأيضا خصائص التعليم الثانوي ومسارات التعليم الثانوي أيضا ستعرف على مؤسسة التدريب المهني وأسس القبول الجامعي وحاجات سوق العمل ما هو التعليم النظامي؟ التعليم النظامي كما عرفته منظمة الأمم المتحدة وهي المعروفة باسم اليونسكو هو التعليم المنظم الهادف الذي يتم من خلال النظام التربوي للدولة والتي تمثله وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي وتشمل المدارس، الكليات، الجامعات وكل المؤسسات التي تعترف بها الدولة وتعترف بالشهادة التي تمنحها هذه المؤسسة التعليم الثانوي هو أحد فروع التعليم النظام دعونا نتعرف على خصائص التعليم الثانوي التعليم الثانوي هو يوائم ما بين الإعداد الأكاديمي للطالب وما بين الإعداد المهني يعني في مرحلة التعليم الثانوي تبدأ شخصية الطالب المهنية بالتبلور وبالتكون أيضا التعليم الثانوي هو حلقة وصل ما بين الطالب وما بين الجامعة أو سوق العمل كما نعرف أن الجامعات لا تقبل طلابها من غير شهادة ثانوية عامة وبشرط النجاح أيضا أما سوق العمل وبعض المؤسسات قد تقبل طالب يحاصل على شهادة الثانوية العامة حتى لو لم يكن هذا الطالب محقق لشرط النجاح لكن يحتاج الطالب إلى الشهادة الثانوية أيضا شهادة الثانوية العامة هي تعزز طيقة الفرد بنفسه وتعمل على بناء شخصيته كما تحدثنا البنية الأساسية التي ينطلق منها الطالب لسوق العمل أو للتعليم العالي هي شهادة الثانوية العامة طبعا ينطلق الطالب لهذه المرحلة وفق معيارين أساسيين هي معيار القدرات ومعيار الميول عليهم واما ما بين قدراته وما بين ميوله التعليم الثانوي في الأردن له مدة سنتين دراسيتين تقسم إلى أربعة فصول دراسية ما هي أنواع التعليم الثانوي المعتمدة في الدولة الأردنية الهاشمية؟ هناك ثلاث مسارات للتعليم الثانوي في الأردن هي التعليم المهني التطبيقي والتعليم المهني الشامل والتعليم الأكاديمي الشامل لنتعرف على هذه المسارات كما ذكرنا التعليم الأكاديم الشامل والمهن الشامل ونلحظ اشتراكهما بكلمة الشامل يعني هناك صفة مشتركة بينهما وأيضا مهني شامل ومهني تطبيقي هنا مشتركين بمصطلح المهني فهناك نقاط اشتراك بينهما أيضا ما هو التعليم الأكاديم الشامل وهو أشهرهما يتكون من الفرعين العلمي والأدبي أما المهن الشامل فتمثله أفرع الصناعي الزراعي الفندقي السياحي والاقتصاد المنزلي طبعا هذه الفروع تتجدد كل سنة يتم إلغاء بعض الفروع وفقا لسوق العمل أو إضافة فروع جديدة المهن التطبيقي من ضمنها الاقتصاد المنزلي طبعا المهن التطبيقي هو أوسع من الاقتصاد المنزلي يعني بالمختصر هو يتشابه مع المهن الشامل بالفروع لكن هناك اختلاف بسيط بينهما الأكاديم الشامل والمهن الشامل كما قلنا هناك نقاط التقاء بينهما وهو امتحان الثانوية العامة وقبولهما بالجامعات والكليات يعني طلبت الأكاديم الشامل أو المهن الشامل جميع الطلاب المنتمين لهذين الفرعين يتقدموا لامتحان الثانوية العامة وعند النجاح يتم قبولهم بالكليات أو الجامعات وبعد ذلك ينطلقوا إلى سوق العمل أما المهن التطبيقي فتمثله مؤسسة التدريب المهني وبعد تخرج الطالب من مؤسسة التدريب المهني هو ينطلق إلى سوق العمل الفرق ما بين المهن التطبيقي والمهن الشامل هو امتحان الثانوية العامة في المهن التطبيقي لا يحتاج الطالب إلى تقدم الامتحان الثانوية العامة هو فقط يتم إعطاؤه شهادة لممارسة هذه المهنة أما المهن الشامل فهو كأنه حالة وسط ما بين الأكاديمي وما بين التطبيقي في المهن الشامل يتخرج الطالب بامتحان الثانوية العامة وبي أيضا بمهنة أخرى يستطيع ممارستها داخل سوق العمل طبعا لأن أجل أن يتقدم شهادة الثانوية العامة هناك شرط أن يأخذ مواد إضافية تؤهله لأن يدخل إلى الجامعات أو الكليات نتعرف الآن إلى مؤسسة التدريب المهني طبعا مؤسسة التدريب المهني هي مؤسسة حكومية يترأسها وزير العمل وانشئت عام 1976 هذه المؤسسة تقوم بتقديم الخدمات لكافة المواطنين بغض النظر عن مستواهم التعليمي طبعا من مبدأ أن التعليم مستمر مدى الحياة تقدم عدة برامج من ضمنها برامج الإعداد المهني بكافة مستوياته المهنية أيضا تقدم برامج لرفع كفاءة العمل للممارسين في سوق العمل يعني حتى صاحب المهنة يستطيع الالتحاق لرفع مستواه في المهنة أيضا تقوم بتقديم خدمات تدريب واستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية للحد من الحوادث في مواقع تدريب المدربين والمشرفين يعني نواحي الأمن والسلامة أيضا تعمل على تطوير عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظم سوق العمل الأردني ننتقل الآن إلى التعليم الجامعي طبعا التعليم الجامعي ستفصله لكم في المحاضرة التي ستقدمها المرشدة الأكاديمية هناضي الحيح مشكورة لكن في التعليم الجامعي هناك أسس للالتحاق بالجامعة أولها الحصول على شهادة الثانوية العامة بنجاح وأن يكون المعدل فوق 65% بالنسبة لطلبة المساري الأكاديمي الشامل فيسمح للطلبة بالالتحاق بجميع التخصصات غالبا غالبا وأذكر غالبا لأن طلاب الفرعي الأدبي لا يستطيع الالتحاق بالتخصصات الطبية أو الهندسية تمام أما بالنسبة لطلاب المساري المهن الشامل فالناجحين في المواد الإضافية بالإضافة إلى المواد الأساسية هم فقط من يحق لهم التقدم للقبول للجامعة في تخصصات محددة لكل فرع مثلا الفرع الصناعي يستطيع الالتحاق حسب نوع الفرع ببعض التخصصات الهندسية الفرع الاقتصاد المنزلي تقريبا هو يستطيع أن يأخذ معظم التخصصات التي يأخذها الطالب في المسار في المسار التعليم الأكاديمي الفرع الأدبي يعني حتى في القبول الجامعي لا يتم التفريق ما بينهما إنما يتم الارتكاز إلى معيار المعدل لكن شرط النجاح بالمواد الإضافية إذا لم ينجح الطالب بالمواد الإضافية ففقط يستطيع الالتحاق بكليات المجتمع أما الجامعات فلا يستطيع إلا أن ينجح بهذه المواد هلأ حاجات العمل وسوق العمل وفرص التعليم هذا سيكون محور حديثنا في الدرس القادم إن شاء الله سنتحدث عن وظيفة المستقبل وعن أكثر المهان التي لها يعني يعتقد أن لها مستقبل وبعض المهان التي وصلت إلى مرحلة الكساد وعدم القدرة على استيعاب خريجين هذه التخصصات كله في الدرس القادم لكن أختم بهذه المقولة ليس المطلوب تكديس الشهادات العلمية بل علينا أن نستطيع توظيف هذه الشهادات للعمل والتنمية الشاملة في نهاية أذكركم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نصرت بالشباب مع تمنياتي لكن بالتوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر